السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا بالف خير اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا هنقدم لكم فيديو جديد طريقة درفيسة المغربية بالحمام اللي هي طريقة مبسطة وسهلة ومكونات ساهلين واقتصادية كذلك نتمنى يعني يجبكم الفيديو تفرجوا فيه تالأخير وكذلك مشتعرفوا طريقة تحضير هاد الوصفة والمكونات ديالها تابعوا الفيديو تالأخير كما كتشوفوا البنات غامشون يجدوا المقادير اللي غنحتاجوا في المكونات ديالو عندنا الحمام الحمام كيبقى لكم على حساب الاختيار يعني الكيمية على حساب الافراد العائلة انا ندر ثلاثة الحمامات كما كتشوفوا وصلتهم ونقيتهم مزيان يعني كما كتوصلوا الدجاج قدروا ايضا تعودوا بالدجاج عندنا العدس كما كتشوفوا رقطتوا في المغليان يعني باش يبقى ليا صين من اللي طيب يعني باش ما يتفرتدش ليه وتمشي قشرة في جيهة ونواد في جيهة عندنا كذلك واحد لبصلام شوضاء هي وربعات الفصوص ديال التوم وعندنا كذلك رص ديال التومة عندنا لبصلام قطعة على شكل طولي عندنا كذلك ربطة ديال القزبور والمعدنوس عندنا كاس مخلط ما بين من زيت زيتون وزيت المائدة عندنا ملقة صغيرة ديال الإبسار عندنا ملقة صغيرة ديال الحرقوم عندنا ملقة صغيرة ديال سكنجبير أدنا ملقة صغيرة ديال راس الحانوت وعدنا من طبيعة الحال واحد ضويمة ديال الزعفران تقدروا ايضا تستعملوا الزعفران الحر يعني ديمتوا فرانتكم حتى هات الزعفران صراحة كتعطيها واحد الماداق رائع عند الحلبة حسب الكيمياء اللي بغيتون تومة يعني الحلبة كتبقى اختيارية اللي كيبغي الحلبة كتيرا لغايدين الحلبة كتيرا كيبغي القياس كيديرو جوج معلق صغار ديال الحلبة صوفا البنات هدو ما المكونات اللي غنديرو وكذلك البنات كينسمن ما تنسوش سمن من طبيعة الحال انا صراحة البنات ما عنديش تسلال ياسمن اذا بغان مشو نشرملو الحمام ديالنا اول حاجة اخصين ديال العطرية يلولا في الايناء عاد نبدا نشرمل هنخلط البنات العطرية كينما كتشوفو هنزيد كذلك الحرقوم هنزيد كذلك راس الحانوت وغان نزيد لها شوية ديال الماء من طبيعة الحال باش غنخلط هاد يعني باش غنخلط هاد العطرية باش نشرمل بها ذاك الحمام ديالي اللي بنات تقدرو تشرملو يعني الحمام ديالكم ليلة كاملة ولساعتين كذلك سوية قد ما خليته شرمولا ديالو هاكا يعني قد ما كيجي قد دخل لها ديك شرمولا وكيعطينا واحد لبنا زوينا انا غنحول ما امكننا نفرق ذاك الحمام ديالي كل شي في الشرمولا ديالو على هاد الشكل يعني اتل فرقو مزيان باش تدخل لي كل شي شرمولا العطرية يعني تدخل لي العطرية كاملة كذلك البنات راه تقدرو تتخدمو بتوما بودر ولا تقدرو تتخدمو بتوما الأخرا انا راه قتعتها مع البصلة راه قلتها لكم في المقادر ده باقا نشرم كل شي دجاج الحمام ديالي من داخلو من داخلو من برا كذلك راه يعني تقدرو تعوضو الحمام بالدجاج كذلك يعني كيبقى لكم اي اختيار لكم انتمو لم توفر عندكم ما غتخدمو به زفا البنات من بعد ما شرملت الحمام ديالي هنخليه يعني واحد المدة ديال نصاعة تلساعتين كالتوية قد ما خليتوكي ما قد لكم تقدرو تخليه التليلة كاملة باش دخليه يعني تشرمو الا ديالي يوغان نخليه وغان تلقو إن شاء الله من بعد باش نرتوه اي طيب إن شاء الله تشوفوا الطريقة اللي غان ندير دابا البنات كيما كتشوفو الحمام ديالب عن مخليتو واحد لمogue دا رتح دابا غان نستفوف في التنجرة يعني فيها شغم طيات قدروا تطيبوه كادرك في التنجرة العادية ولا التنجرة التاغت ولا المهم نعجبكم أنا غانستعمل عتنجرة غنستف فيها وغنخوي على هات الشرمولة اللي كان مشرمل فيها طبيعة الحال غنزيد البصلة البصلة والتومة اللي مطحونين يعني اللي مش لضين فعد اللي مش لضين يعني هما باش غنقلي داك الحمل وغنزيد كذلك الزيت الزيت زيت زيت المائدة المخلطين الملحة اللي بنات ما غادش ندير الملحة ما غادش نديرها حيث غن دير ضويمة ديال الزعفران وغن دير ضويمة ديال السمن يعني غيجوني خفت ليجوني لتجيني لصوص مالحة داك شارش ما غادش ندير الملحة حتى الاخير وغن ندوق الى خصتني الملحة وديك ساعة غنزيدها ما خصتني شرهم زيان صراحة البنات يعني من الاحسن تديروا هات طريقة يعني تقللوا شوية من الملحة والسكر دابا غنزيد زيت المائدة وزيت زيتون المخلطين صراحة البنات غنزيد ربطة ديال الربع غنزيد ديك داك الرص ديال التومة من بعد ما قصلتوا صراحة غنزيدهم يتشحروا ونتلاقوا باش من يتشحروا ان شاء الله نمرقوا لهم ونكملوا المراحل ديال الطياب ديال هاد الحمام كما كتشوفوا البنات من بعد ما تشحروا لنا يعني قلبتهم جوج مرات صافي تشحروا لنا ديك اللب صلاة شوية وداك الحمام غنزيد الحلبة لبنات يعني الكيمية الحلبة اللي بغيتوا انتو ما كما قلت لكم غنزيد الحلبة من بعد ما قصلتها صافي نقلبهم شوية تاني نقلبهم على السدر حي تصدر صراحة ولي كياخد شوية الوقت باش يتشحروا لنا دياله نقلبهم يعني نقلبهم تدجاج هالبنات بتاو ديروا ديك هالطريقة تحطوه على السدر دياله صافي دعبة غن مرق بالماغليان من طبيعة الحال غليت الماء غنجيبو دعبة باش نمرق مرق بوحد اترو تل اترو ناص ولا مهم جوج اترو يعني باش يطيب لكم على خاطره وفي نفس الوقت يعني راح من ديك لاصوس يعني من بعد ما تطيب ليا شوية لاصوس منها غنهز باش نطيب العدس عنا العدس هالبنات مادش نخلطه مع مادش يطيب ليا مع الحمام يعني غنطيبو بوحدو رغتشوفو معيات الطريقة اللي كاندير صافي البنات هنخلط وغنسداليه ونخليه يطيب ليا خاطره ونتلقاو باش نشوفو المرحلة الاخرى اللي غنديرو يعني باش نوجد المسمن ديال التريد العجيلة كانحتاجو فيها واحد الكيمية ديال نعطيكم بالضبط يعني كديرو جوج زلايف ديال الدقيق للعبيض مع زلافة ديال الفينو انا البنات مادرش مادرش الفينو درت درت الدقيق الكامل يعني بنخلطو يعني كيبقى صحي وصحي اكتر من دقيق الابيض انتوما البنات يعني راكيت جينا صراحة مورقة كي ماشتو يعني كنقرس لقريريسا شوية اللولا وكندهنها بالزبدة وكن نرش على شوية ديال سميدة رقيقة من بعد كن حط وحده على وحده تقدرو تخدمو ثلاثة وحده على وحده وحده على وحده تقدرو تخدمو ربعه يعني كيبقى ليكم اختيار انا خدمت فقط جوجو وحده على وحده فقط سافي وكن قرسوها تكت تقرس لنا مزيان مزيان تكرس لنا يعني تكت توليدنا رقيقة خصوصا إلا كانت عندكم مقلة كبيرة يعني راح حسن تورقوت تورقوت تتوليكم رقيقة رقيقة انا كان نخدم على هاد الشكل وكن نخليهم يرتاحوا شوية يعني كان نديلهم عالطريقة ونخليهم يرتاحوا شوية قاعد نبدأ تاني نقرس فيهم تاني مرة أخرى نقرسهم زيان هني غان هزلوا لدى اللي كنت خليتها ترتاح سافي عن طلقها مزيان باش نديها الطيب نقفين نكمل على هاد طريقات دا كان نكملكوش الكيميا اللي عندي في الطياب يعني كي طيبوا عادي بحل المسمان انا كيعجبوني صراحة شوية يتخمروا انا كيعجبونيش نخليهم هكا يعني بيض انا كيعجبوني شوية تكون ديك هكا محمرين شوية سافي انتوما البنات يعني راها وملي كي يتبوا راكا يتفرقوا لينا بوحدهم حيت فرقناهم بديك السميدة رقيقة وكذلك ما كتشوفوا لاصوس ديانا رايقة طيب المرقة ديانا كي طيب دابا البنات غا نكمل هنكمل كل شي طريقة هادي نكمل الكيميا اللي عندي وكذلك يعني البنات بقى ليا العدس غا نجيب كسرونا وغا نهز شوية المراق من داك المراق ديانا برما باش نطيب فيه العدس هنطيب العدس بوحدة البنات يما كتشوفوه انهز واحد الكيميا لبأسة بها في غاي يطيب ليه يعني القياس فاش غاي يطيب ليه ذاك العدس وغا ندير العدس اللي القطفل ما غليان كي ما كتشوفو غا نديرو يطيب بوحده حتى هكا البنات يعني تال الاخير هتزيدوا واحد المغرفة التنجرة هكا اه وتخليوا هادا بغا نزيد البصلة اللي مقطوعه طولي البرما صافي غا نسد ليها البنات غا نسد ليهم وغا نخليهم يطيبوا لينا على خاطر خاطرهم وغا العدس كذلك كتا هو غا نخليه يطيب ليه على خاطره المسلم الكيم ما كتشوفوه وراكي يوجد صافي اه كنت لكم على حساب العدس كنت لها الطريقة يعني باش يبقى ليه هكا صين إلا بيتنزيل به في الاخير لك شا لاش كنديرو كما كتشوفو البنات انا را كما قلت لكم السمن صراحة ما لقيتوش قلبت عليه فانا فهد الحوانت اللي حداية الساعة ما لقيتوش خضيط ضويمة ديال السمن لك شاش قلت لكم انا مدرش الملحة يعني وما غاديش نديل الملحة وكافي يعني ديك الملحة اللي في ضويمة ديال السمن وكدلك اللي في ضويمة ديال الزعفرة صافي غا نخلي كل شي يطيب على خاطره دبالبنات غا نمشي نوجد البرقوق واللوز ده هو هانتوما البنات كما كاتشوفو لعدس ديالة من بعد ما طاب لنا هانتوما البنات را كاتشوفو را قابت فراسو يعني كلها حبة بوحدها ولكن راه طايب مزيان يعني هالطريقة هكا باش كاتعجبنا البنات وكدلي يعني ملكا نرقدوه في الماء غليان دبالبنات كما كاتشوفو المسمن ديالي من بعد ما من بعد يعني ما ما طاب قطعتو على هالشكل بالمقص كما كاتشوفو البنات اللي انا قلتها لكم وعاود قلتها لكم انا خدمت بالدقيق القنح الكامل يعني دقيقة اللي قمحة المخالة انتوما بيتو تخدمو بالفرس كاتخدمو بي غا نسقي هاد المسمن ديالي غا نسقي غا نسقيه وغا نديرو باش نديرو باش يفور لي واحد تفويره عاد من بعد ان شاء الله هنسقيو انا كنقلبو على هاد الشكل للبنات يعني كما كاتشوفو من بعد غا نديرو فليكسكاس وغا نديرو فور نقطيه فور لي واحد لمدة تقريبا قبل ما نسقي يعني تقريبا كل شي موجود اللوز كذلك والمهم اللوز والبيض وذك شي ديال التزيين تاورا كل شي موجود تقريبا ما بقاليا والو بقاليا غا نسقي وغا تشوفو معايا طريقة باش طريقة ديالها في الاخير ان شاء الله بقاليا نقلي اللوز كذلك يعني راح تاوصفي بقاليا غا نقلي وانتلقوا ان شاء الله ما غاديش نوريكم بطريقة باش ما نطولش الفيديو فقط راي البناتكوش تبارك الله كيعافو كيفاش يقلوا كيفاش يقلوا اللوز وكيفاش يصيبوا البرقوق يعني هادي طريقات باينين صافي فقط غا نخلي كل شي غا نتلقوا في النهاية ان شاء الله صافي البناج كما كاتشوفو ها هي هوا التريد ديالنا وجد لنا كما كاتشوفو زين طو باللوز مقلي زين طو بالبرقوق كذلك البيض مقلي عفوا نبيض البيض مسلوق كما كاتشوفو العدس درتها في ديك السليفة الفوقانية أزلتها ولكن قبل راهزيت واحد مغرفات قريبا وجدتها اللاصوس يعني الحمام ديالي هوا معها يعني حطيتو وضوبرتو على التبصيل هاكا نتمنى نتمنى ان هاد الفيديو ديالنهار اليوم نال اعجابكم ويعجبكم صراحة وما تنسونيش من لايكات ديالكم ومن التعاليق زوينة ديالكم شجوني اكتر نتمنى نتمنى ان الفيديو هات اللي نحط لكم يعني يكونوا عند حسن ظنكم وتستفدو من بعدياتنا هاكا هدا هو الشكل النهائي ديال ديال فيديو ديالنهار اليوم كيما كاتشوفو تريد بالحمام لكي يجينا على هات الشكل زينتو باللوز كيما كاتشوفو كدالك بالبرقوق البرقوق هدالك كدرت عليه شوية ديال زنجلان سافي كيبقى لكم تزين على حسب الضوق كتقدموا معاه كدالك الهريسة ايه وهذا هو الغطيوة ديالنا ديالنهار اليوم نتمنى انه يعجبكم الفيديو وما تنسوني شما شكرا 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 شكرا